برضو قفت مرة اللي فات بعد مباراة الاهلي والتراجي عند محمد الشناوي محمد برضو محمد شناوي كابتل محمد الشناوي من اللعيبة اللي تعرضت لكثير من الانتقادات في الفترات الاخيرة وعشان نبقى منصفين كان له بعض الاخطاء اكيد طبعا كان له بعض الاخطاء اللي يستحق عليها النقد طبعا انا هسألك على اسامي في العالم اه دخية ما كانش عنده اخطاء دخية كان عامل كارسي من كماتش حتى انا دخلت كتابة على تويتر قلت ايوه بصمة بامن بتاع دخية كارسي عامل ما عاملش اخطاء عامل بصة كورة للمهاجي كل الحراس مانويل نوير قبل ما يتصاب كان عنده اخطاء بس انت يعني عندك نسب في حراس المرمى نسب في دراسات يعني لما الجيم يبقى هجومي ولما الجيم يبقى دفاعي يبقى في نسبة خطأ وردة فبتتحمل عادي وانا كنت دايما اطلع دافع لانه يعني مش عايزين نهد المعبد في واحد احسن حرس مرمى في افريقيا مش احسن حرس مرمى في افريقيا احسن لاعب في افريقيا افضل لاعب في افريقيا افريقيا محلي طبعا واحد انا مرى ربيه وانه هو عنده 13 سنة وعارف امكانياته وعارف قدراته صحيح فكنت اطلع اتكلم وبقى كده طبعا الناس تبقى مش مبسوطة مني حتى جماهير النادي الاهلي يعني في بعض الاوقات يعني وبعدين يعني هو اللعيب اصلا طول الوقت في منحنيات رسم بياني طالع رسم بياني ثابت رسم بياني نازل الجمهور دايما لا يتقبل هبوط مش هبوط اخطاء حرس المرمى لكن يتقبل اخطاء حرس المرمى وقدرهم كده يعني يخطاء حرس المرمى كده لانه على مر العصور الحضر يما دخلت من برج نفطش الاسماعيلي في راس الحدوط طبعا عادي جدا بس ده عنده رصيد رصيد عند الناس محمد الشناوي دلوقتي يبقى عنده رصيد لا انت بتتكلم في حارس عظيم جدا وحارس لسه عنده وقت كمان يبقى انا بقى الجملة كنت لسه هكمل حرارتك انه محمد الشناوي كمان استعاد عفاته يعني واحد تاني كان ممكن مع الضغط النفس دوت واحساسه كمان انه هو الجمهور ما قدرش اللي انا كنت بعمله وانده انا عندي رصيد ازاي زعله مني وزاي يقوله البديل ينزل وزاي انا بقى حارس اه اساسا معموله بطرات نفسية من زمان من كهس العالم وقبل كهس العالم ازاي يواجه الضغوط دي ازاي يبقى يعني عنده حتة يعني انه هو مقتنع انه ده عادي لانه وصل له ده مننا ومن مدربه دلوقتي طبعا ميشيل ده برضو راجل بشتغل كويس جدا صحية ومدرب هاي لا وسمعته جيد اه فهو يعني الحمد لله متجهز ومتحضر ان المسألة دي لازم يكون انها ردة فعل ايجابي فهو عمل كده يعني